مرحب بحضراتكم مرة تانية ومازال حدثنا مستمر مع دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية ويمكن منتحدث لدكتور مصطفى على فكرة الاستثمار والملف الاقتصادي بشكل عام في الحوار الوطني خلال جلسات الحوار الوطني الحقيقة أنه وحب نتكلم عن قوة اقتصاد أي دولة جزء كبير منه أو جانب كبير جدا منه أو من ثباته ليه علاقة بفكرة توفر النقد الأجنبي ده مش بس من خلال الاستثمار لكن ده كمان من خلال التصدير يعني من خلال الصناعة يعني نحن نتكلم في جودة صناعة احنا مصر في وقت من الوقت كنا دولة صناعية قوية جدا وبالفعل كان عندنا صناعات مهمة حتى الآن في بعض الصناعات المصرية لما بتكون في الخارج فكرة أن ما يكتوب عليها ميدن إيجيبت بتديها قيمة مضافة أكبر بكتير احنا دلوقتي موجد دلوقتي حياة في وقت سابق يمكن احنا بتدينا نشتغل على الموضوع ده بالفعل بشكل أكبر كتير كنا بنصدر المواد الخام ترجع لنا متصنعة فكنا بنخسر بنهضر فأنا عايزة أعرف من حضرتك دلوقتي ملف الصناعة تحديدا وهو ملف مهم جدا 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 وكني أكد عليه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكتر من مرة ايه التحديات اللي أمامنا في هذا المجال تحديدا وايه الحوار الوطني بيعمل عليه في هذه النقطة التحديات هو الاهتمام رقم واحد واثنين وثلاثة بفكرة الاستثمار في القطاع الخاص في الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة واللي بتدعمها الدولة للقطاع الخاص والمصنعين تحديدا في تعميق التصنيع المحلي طالما بنزود نسبة المكون المحلي أمام المكون الأجنبي ده بيعود بالنفع الاقتصاد المصري أولا في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي بيزود الناتج المحلي الإجمالي ككل للاقتصاد المصري ثانيا بيزود من فرص العمل وبالتالي بيساهم في تراجع معدل البطالة ثالثا بيزود من قدرة تنافسية المنتجات المصرية في الخارج لما بنروح نصدرها خاصة أن احنا عندنا استراتيجية عامة وهدف عام للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار وإحنا تقريبا ابتدينا على الطريق الصحيح وتخطينا حاجز الـ 50 مليار دولار احنا آخر رقم كان 53 مليار دولار صادرات مصرية وبالتالي الرقم مش بعيد لتحقيقه ولكن احنا محتاجين الإصراع في زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية وساعدت جدا في إطلاق مبادرة إبدأ اللي عجلت بوتيرة التصنيع وزيادة الاهتمام بالصناعة المصرية خاصة في جزئية محددة احنا كنا دايما بنسمع عن المصانع المتعسرة والمصانع المتعسرة دي كانت بتتراوح التقديرات فيها انها تعدت الثلاث تلاف مصنع حاليا مبادرة إبدأ اتعاملت مع 1500 مصنع وشافت الاتحاديات اللي بتواجههم والمعوقات وابتدت ان هي تسهل عملية الانتاج وتشوف الإجراءات المتعطلة وعشان تخطوهم على طريق الانتاج وضخوهم داخل عملية الانتاج في الاقتصاد المصر وده بالطبع هيساهم بشكل كبير جدا على حدوث طفرة خلال الفترة القادمة في عملية التصنيع وقطاع الصناعة في الحوار الوطني احنا محتاجين ان يكون فيه تركيز اكتر زي ما قلت قبل كده على صناعات محددة بعينها يكون لنا فيها ميزة تنافسية نقدر نطلعها بشكل كويس بجودة كويسة تقدر ان هي تلبي احتياجات السوق المحلي ونستغل بعد كده الفائد في الصادرات وفتح اسواق جديدة دكتور صناعات بعينها ولا ممكن انا اقدر انهض من خلال الصناعات التكملية لان دي برضو قطاع كبير جدا وهتعظم من فكرة زيادة المكون المحلي ما هو عشان كده انا قلت لازم يكون عندنا خريطة واستراتيجية واضحة بالمستهدفات اللي الدولة الدولة طبعا بيكون عندها كل المعلومات والبيانات المحددة اللي تقدر او يخلي صانع القرار الصناعي او صانع القرار الاقتصادي يبقى شايف المعطيات كاملة قدامه ويقدر يحدد بالزبط الفجوات اللي محتاجة ان انا اسد فيها الصغرات دي ونميها ودخ ووجه الاستثمارات اللي ممكن تكون جيالي ناحية الصناعات دي بعينها او ناحية القطاع ده بحيث ان انا ازوده وطوره ونميه الصناعات التكملية مهمة زي الصناعات المغزية برضو يعني احنا محتاجين الصناعة الكبيرة جنب الصناعة المتوسطة لان بيحصل ما بينهم عملية تكامل يعني مثلا هضر بحق مثال صناعة الاجهزة المنزلية ممكن المصنع بيعمل الغسالة او التلاجة ولكن بيحتاج مصنع يعمله العملية التغليف او القرطون اللي بيغلف المنتج ده وبالتالي دي صناعة محتاجينها عشان تبقى مغزية للصناعة الكبيرة فكل قطاع او كل صناعة ليه اهميته في عملية التكامل الصناعي بشكل عام وبالتالي ما نقدرش نقول ده مهم اكتر او ده مهم اكتر الاتنين مهمين في اخراج المنتج التام في النهاية السياحة السياحة ايضا تعتبر هي صناعة ومصر لو هنتكلم على الموارد اللي ربنا حابها بيها كتير جدا وانواع مختلفة جدا من انواع السياحة صحيح ايه اللي احنا محتاجين وعشان نقدر نعظم من استفادة مصر من السياحة طبعا السياحة يعتبر من الموارد الخمسة الرئيسية لجلب العملة الدولارية للدولة المصرية وفي وقت من الاوقات كانت بتدخل 13 مليار دولار للدولة المصرية رقم كبير في وقتها طبعا اتأثرت شوية بزل الظروف اللي حصلت قبل كده ولكن الدولة عندها برضو مستهدة في ان هي وفقا لتصرحات وزير السياحة ان يوصل بالعائدات الخاصة من السياحة لـ 30 مليار دولار بس احنا محتاجين رفع كفاءة اكتر للخدمات المقدمة للسائحين عاوزين يبقى فيه وعي اكتر وتدريب على المهارات بالنسبة للموظفين اللي شغالين في قطاع السياحة لان دول بيعتبروا الوجهة الاساسية لتقديم الخدمة وبالتالي ده المردود اللي بيعود به السائح مرة تانية للدولة المصرية لازم فيه هي ممكن تكون حاجات بسيطة ولكن بيكون العائد منها أكبر أكبر يعني تكلفة التدريب وتطوير المهارات للموظفين في قطاع السياحة هيعود بشكل أكبر بمليارات الدولارات لما يزيد حجم الوافدين للسياحة داخل مصر خاصة زي ما حضرتك قلتي مصر تمتلك العديد من الأماكن السياحية المهمة جدا في أكتر من محافظة أعتقد فيه أنواع السياحة كمان يا فندم جديدة ظهرت في العالم كله محتاجين نطرق أبوابها أعتقد إذا كان السياحة البيئية أو السياحة العلاجية فكل ده بيساهم بشكل كبير جدا في دعم قطاع السياحة ومساهمته في نتج المحل الإجمالي بس محتاجين سرعة في تدريب الكوادر أكتر لأن دول هم اللي هيتعاملوا مع السياح وكمان ممكن يبقى فيه مجموعة من الحوافز اللي تقدم لي السائحين بحيث أن هم يقبلوا على مصر إذا كان فيه تكلفة الإقامة فيه تكلفة تتذكر أعتقد دكتور أن تكلفة الإقامة عندنا مقارنة بالخارج أعتقد إحنا أقل أسعار للغرف الفندقية على سبيل المثال وفي نفس الوقت إحنا نهضنا إلى حد ما وعملنا عملية تنمية وإعادة تطوير لكتير من المتاحف بتاعتنا وكنا أمام أحداث هي أحداث تاريخية وقف قدامها كتير بالطبع خاصة المشاهد والاحتفال الخاص بالمتحف المصري والاحتفالات اللي احنا شاهدناها في أكتر من مكان دي جذبت الأنظار وفعلا استغلتها وزارة السياحة في الترويج للأماكن السياحية الموجودة وده بالطبع أكيد هيكون ليه تأثير إيجابي على نهضة السياحة في مصر خلال الفترة القادمة بشكل عامي دكتور مصطفى وإحنا بنقول أن كل الدوائر متشكة ومتصلة محوال الاقتصادي بالسياسي بالاجتماعي لكن أحيانا بيبقى فيه خط عريض أو عنوان عريض لعامل من العامل اللي بتجمع التلات محاور مع بعض ما هو هذا العامل هل تتطفق مثلا أنه هذا العامل لو هنتكلم على الاقتصادي والاجتماعي تحديدا محور الزيادة السكانية فلازم تكون فيه أولويات القضايا التي يجب أن نتعامل معها طيب الزيادة السكانية يعتبر من الأسباب الرئيسية لأن المواطن ما بيشعرش بيعوائد التنمية أو جهود الدولة اللي بتبزولها خلال ثمان سنين لأن الدولة بتتحرك بشكل سريع جدا وبالدخ استثمارات حكومية كبيرة جدا يعني المفروض أنها في الموازنة الجديدة خمسمية سبعة وتمانين مليار جنيه زودت أكتر من متين مليار جنيه عشان تقدر تعمل مشروعات أكتر توفر فرص عمل أكتر لكن الزيادة السكانية المتلاحقة اللي بتشهدها مصر احنا بنزيد تقريبا أكتر من اثنين مليون في السنة صحيح الدولة حتى مفهوم عريض اسمه النمو الاحتوائي النمو الاحتوائي ده أنه هو أننا باخد عوائد التنمية أو الإرادات اللي بتدخل للدولة المصرية أن هي يتم توزحها بشكل عادل على كافة محافظات الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار أن التطوير وتحديث البنية التحتية الأساسية اللي بيعيش فيها المواطن بحيث أنه هو يشعر أن فيه تحديث حصل في المنظومة التعليمية حصل تحديث في المنظومة الصحية حصل طوافر فيه فرص عمل يقدر أنه هو يشتغل ويدخل دخل مناسب يقدر يلبي بإحتياجاته وبالتالي المفهوم أو الخط العريض اللي حضرتك تقصديه هو كلما زادت إرادات الدولة زادت مظلة الحماية الاجتماعية زادت عوائد التنمية والشعور من المواطن به لو مواطن بسيط يتفرج علينا دلوقتي سريعا جدا أنا أحس بنتائج هذا الحوار الوطني إمتى إمتى نتكلم في موضوعات مهمة جدا وقضايا مهمة جدا كلها بتشغلني الحقيقة وأنا فعلا عارف كل الكلام ده أنا أحس بالنتائج دي إمتى طيب العملية الاقتصادية أو إجراءاتها بتاخد وقت يعني إحنا بنحط السياسة الاقتصادية بنطبقها المفروض بعد كده أن أنا بعمل قياس أثر للسياسة الاقتصادية اللي أنا طبقتها دي هل جابت النتائج الإيجابية أو المستهدفات اللي أنا عاوزها من السياسة وتطبقها ولا حصل فيه انحراف محتاج أصححه وعد المصاره وبالتالي العملية ومرحلها دي بتاخد وقت فبالتالي شعور المواطن بتوصيات اللي هتخرج عن الحوار الوطني أعتقد أن هي هتاخد فترة زمنية لا تقل عن سنتين عشان تقدر تتطبق وتتنفذ وإيجاد الموارد زي ما قلت لها عشان تقدر ننفذها بالشكل المطلوب وتحقق مستهدفات نعم يعني إحنا نتكلم على مسألة وقت ويمكن زي ما دايما بيأكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي احنا هنظل في حالة حوار مستمرة علشان خطر نصوب من أنفسنا في حالة الحياة عن الطريق لمستقبل أفضل دايما يعني مش بس للأجيال الحالية لكن كمان لمستقبل أفضل وحياة كريمة للأجيال المستقبلية بنشكر حياك الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية كنت أضيف عزيز علينا في صباح الخرية مصر شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ أحمد شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لك